موسيقى رياضة الصيد واحدة من أقدم الهوايات التي عرفها شعوب العالم العربي فقد استخدموا السقور والجوارح في الصيد لتوفير الطعام قديمة وتطورت رياضة الصيد بالسقور لتصبح رياضة تقليدية مقننة بضوابط قانونية وتقام لها مسابقات عدة فقد برع العرب منذ قديم الزمان وحتى الآن في معرفة حسن آداب وتدريب وترويد الجوارح من سقور ونصور وتوارثوها جيلا بعد جيل وأصبحت لهم وسائل خاصة بهم في التدريب تعتبر من أحسن الطرق بين مثيلاتها عند أصحاب الهواية والممارسين لهذه الرياضة في العالم ما زالت رياضة الصيد أو القنص بالسقور والجوارح تحظى بشعبية كبيرة وتعد من الرياضات المحببة للكثيرين لكن ترويد الجوارح يظل سرا لدى عدد قليل من السقارين والمدربين يا أهلا بكل حضراتكم مرة تانية طبعا زي ما نوهنا معاكم في بداية حلقة النهاردة أول فقرة من فقراتنا الحوارية هنتكلم من خلالها عن رياضة الطيور الجارحة دي طبعا فقرة يعني غير مسبوقة بالنسبة لنا هنا في البرنامج زي ما قلنا لكم طبعا هي برضو رياضة الملوك والأمراء من قديم الأزل وكمان هي واحدة من أشهر الرياضات الموجودة في دول الخليج العربي وبقى كمان عندنا يعني ناس كتير مهتمة بهذا الأمر وأصبح هناك تطور ملحوظ وابتدت تتنظم دعا كمان العديد من المسابقات الجوارح زي السؤور النصور العقبان هنتكلم عن كل التفاصيل المتعلقة بيهم مع كابتن ياسر الخوانكي مؤسس نادي السقار المصري صباح الفل على حضرتك وكل سلام طيب منور الدنيا والصحر الجبيل منور الدنيا هو بس يعني نازم تبدور الإشارة عشان نوضح بس للناس أنه من يعني أتناء الفاصل اللي فات الصقر ضرب يعني رف 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 رفتين بجناحاته كانوا كافلين بإني نهود تخلي المنطقة بالكامل يعني خافت بسم الله ما شاء الله لما بيفت جناحاته حاجة حاجة مهيبة جدا يعني طبعا طبعا أولا عايز أعرف يعني قصة حضرتك واختيارك لهذه الرياضة جات من إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنا سعيد إن أنا بطلع مع حضرتك ودتني الفرصة الجميلة دي علشان نظهر الرياضة دي للمشاهدين طبعا بدأت معي من الطفولة كنت طبعا أنا بحب الحيوانات وأحب تربية الحيوانات وكده فمن ضمن الحيوانات اللي كنت بحبها يعني بتديني صفات معينة بحاول إيه؟ يعني الإنسان دايما بيحاول يكتسب من الحاجات الطبيعية الصفات دي طيور الجرحة السؤور اللي عندها عزة وشموخ واحترام للذات وانتصار دايما يحب الانتصار كانت السؤور هي الحاجة اللي ممكن الإنسان يوجه نظره لها يعني حبيتها يعني تعرفت يعني على الناس اللي عندها طيور جرحة كان الموضوع طبعا شبه مستحيل شوية في المدن لأن هي الموضوع كان في البادية أكتر لأن هم اللي عندهم الطيور دي وهم أهل المهنة دي وأهل الهواية دي فطبعا إحنا نقلناها للمدينة بالهواية اللي تعلموا ودربوا سؤور هم اللي نقلوا الحاجة دي للمدينة على ذكر كلمة أهل ما كانش حضرتك عندك أي مشكلة مع أهل بيتها كانين تدخلوا عليهم بسؤور والنصور وعقبان وطيور جرحة هي جات واحدة واحدة وهم طبعا يعني أي حد بيحب حد يعني طبعا بيبقى سعيد إنه هو شايفه مبسوط بالحاجة اللي هو بيحبها يعني وطبعا أنا الحمد لله يعني عندي أكثر من حيوان يعني بطني وكده نصور وسؤور وعقبان صح كده لأ النصور والعقاب هو هو اللي بيطلق عليه نصر وعقاب لكن النصور دايما اللي هو النصر للنصر ده يعني الناس كثير ما بتربيهوش يعني هو هو غير متاح للتربية اللي معانا دلوقتي نصر ولا صقر اللي معانا ده النصر الزهبي أو العقاب الزهبي هو يطلق المصطلح نصر ممكن تطلق على العقاب وعلى النصر يعني هو النصر يطلق عليه عقاب ونصر ماشي؟ لكن النصر ما يطلقش عليه عقاب لكن ده بالتحديد هو الجولدن إيجر الجولدن إيجر اللي هو شعار النادي الأحلي اللي هو شعار النادي الأحلي وبالمناسبة الرمزية اللي هنا هل فعلا للاحتداد بالذات؟ هل للسيطرة اللي هيمنى القوة؟ هو دايماً أي حاجة لا تقبل الهزيمة يعني أي جهاز أي جهاز هتلاقي أي أجهزة سيادية لا تقبل الهزيمة هتلاقيها وغدة شعار لها الراية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت اسمها راية العقاب هو رمز العزة هو رمز السيادة هو يعني العقاب دايماً بالذات الجولدين إيجي اللي هو في الشعار ده لا يقبل المصطلح الهزيمة مش موجود في قموسه يعني مش موجود عنده مش وارد كلمة الهزيمة دي مش موجودة هو نصر بس يعني هو ما عندهش غير المصطلح ده مصطلح النصر مصطلح الهزيمة مش موجود فدايماً أي حاجة يعني بتسود أو حاجة سيادية دايماً بتاخد شعار العقاب الزهبي لها والتعامل معهم إزاي؟ يعني فكرة أن أنت تطوع طائر جارح ويسمع كلامك دي بتيجي إزاي؟ يعني كيفية التأهيل كيفية التمرين إنجاز التعبير يعني؟ ده بيبقى سنس بين الإنسان وبين الحيوان اللي هو بياخد خبرة من كتر التعامل مع التيور دي هي اللي بتكسبه الخبرة دي إنه هو يقدر يتعامل مع حيوان شرس بري إنه هو بيبقى جاي يعني شرس وما بيقبلش أي حد يدينه أردر يعني إنه هو بالزبط ياخد منه أوامر أو يأيده أو يحبسه التيور دي ما بتتحبسش أبدا يعني أنا أقصى حاجة ممكن أعملها إنه أنا أعمله سوابيق في رجليه بحيث إنه هو أقدر أتحكم فيه إطلاقه من على إيدي بس يعني إحنا وإحنا بنتكلم أهو شايفين كمان مشاهد آه دي مشاهد تدريب بالسقور طبعا مسافات آه طبعا ده تدريب ملواح آه علشان إحنا بنعمل سباقات ملواح يعني يعني هو بيبقى ماسك فريسة وبينده للطير آه علشان يروح لها فده بيدربه على السباقات السباقات بتاعنا السقور اللي هي السباقات المسافات يعني غير مسابقات الهدد مسابقات الهدد بتطلق فريسة أو بيبقى بتطلق الطير على فريسة بيمسكها أو آه ان انت اتدربوا على مسابقات زي الخليك دلوقتي بيعملوا مسابقات آه غير مسابقات السرب بتبقى مسابقات آه الإطلاق لمسافات معينة بحيث إن الطير بيتحسب له السرعة من إطلاق من النقطة لصاحبه اللي بيندهله من مكان تاني فبيروح له بسرعة كل ما الطير يكون سريع كل ما يكون مميز في المسابقة هو فيه سرعات متفاوتة بين النوع الواحد من الجوارح؟ بين النوع الواحد طبعا فيه طيور سريع أسرع من طيور ولذلك زي سبقات الحمام فيه طيور بتبقى أسرع من طيور الشواهين أو الحرار اللي بتعمل لهم مسابقات سرعة في دول الخليج بتبقى لها سرعات ده على حسب المدرم كل ما بيكي يرفع لياقة الطير لأن الطير ده بيعتبر هو اللعب الرياضي اللي هو بيبقى فريق فدايما بيبقى عندهم أكتر من طير وبيدربوهم على رفع لياقة بدنية عالية جدا واهتمام بقى بأخزية وحاجات والياقة بدنية بيرفعها بحيث إن هو يقدر يقطع المسافة ويأسرع من غيره طيب إزاي بتعمله ده؟ يعني فكرة اللياقة البدنية لطائر جارح بترفعه منها إزاي؟ مش بنرفع منها هو الطائر الجارح بيطلع رحلة الصيد لازم يكون عنده الدافع أنا بقوي عنده الدافع للفريسة وبقوي عنده عضلاته ليبطوا إن هو يمشي في طريق مستقيم يعني هو أنا دلوقتي بطلب منه إن هو ينطلق من نقطة يصل إلى نقطة تانية علشان أقدر أحساب له المسافة بقى صار طريق ما ياخدش بقى كرفات أو حركات معني كده إن الفريسة هي كمان لازم تبقى ماشية في خط مستقيم ولا مش بالضرورة؟ لا الفريسة ما تبقى ماشيش هو صاحب الطائر هي المسابقات بتختلف في مسابقات بتتعامل للهدد اللي هو الصيد اللي هو إما إن السقار بيطلقوا فريسة والسقر يطلع يصطادها أو إن الطائر يطلع يصطاد الفريسة فعلا من البرية يعني صاحبه يبقى ماشي إما بعربية أو بجمال أو بأي حاجة أو فريق أو شخص لوحده وبيقابل الفريسة بالفعل في البرية ويطلق عليها الصقر بتاعه يقبض عليها ويمساكن في بقى مسابقات بتتعامل اسمها مسابقات السرعة مسابقات السرعة دي بتبقى بيتحدد بتدرب الطير بتاعك إن هو يطير في قط مستقيم بيتير قريب من الأرض بياخد بقى الحاجات اللي هي إيه تتأهله إن هو يبقى أسرع في الانطلاق وأسرع في الوصول للهدف بتاعه بنبدأ إن نعلم الطير على الطير في خط مستقيم ما يحاولش يروح كده ولا كده مسافة حوالي ستمائة متر وبيتحسب له من أول الإطلاق لحد الوصول وبيبدأ بقى الفريق أو الطير اللي بيوصل للنقطة ديت بقى أسرع وقت هو اللي بياخد الجايزة هل شاركت قبل كده في أي مسابقات الكتير الموجودة في منطقة الخليج العربي ولا مشاركاتك محلية أكثر؟ لا مشاركة مصر أصلا يعني لسه مش والتحاد تحت التأسيس صح؟ طبعا إحنا بنسعى لإقامة اتحاد مصري أسوة بكل الدول لأن إحنا أصلا عندنا نوادي في مصر هنا مشتركة في الاتحاد الدولي للطيور الجرحة ومصر ما فيهاش مؤسسة رسمية للطيور الجرحة فيه اتحاد حمام، اتحاد الفراشات، اتحاد كل حاجة فيها اتحاد الكرة إلا الطيور الجرحة؟ إلا الطيور الجرحة ملهاش اتحاد فده طبعا هيبقى طبعا مش ده غريب شوية؟ غريب طبعا أو متأخر؟ هو متأخر طبعا لأن مصر أصلا يعني المفروض أنه هي كل الناس بتبتدي بيها وحتى يعني أي دول أصلا فيه دول خليج بييجوا يستدوا عندنا هنا يعني عندنا مساحات شاسعة أو أماكن صحراوية وعندنا يعني عندنا بيئة مناسبة جدا وعندنا الطيور كمان طبعا الخليج مفوش طيور الطيور قليلة جدا عندهم هم بياخدوا من عندنا الطيور آآ يعني احنا طب ده سبب أدعى ان احنا يكون عندنا اتحاد برضو يعني ده اللي خلال الخطوة متأخرة فعلا طبعا طبعا ان شاء الله في خطوات جادة لإقامة اتحاد بإذن الله وان شاء الله ربنا يكللها بالنجاح طب عايزين نتكلم بقى على الجولدن إيجل بتفاصيله ايه نمط حياته ايه بيأكل ايه مميزاته ايه ايه اللي بيعصبه هو الجولدن إيجل طبعا هو أصلا بطبيعته أصلا يعتبر مقاتل من الدرجة الأولى آآ سيد السماء زي ما بيقولوا مفيش أي طير ممكن يطير في المساحة اللي هو بيسيطر عليها آآ ملعبه يعني يعني الطير ده مساحات وارتفاعات كمان آآ هو ليه مساحة بيسيطر عليها لحد السماء يعني هو مفيش من من الأرض لحد فوق مفيش حاجة تطلع يعني الارتفاعات دي هي في حيازته احنا بنتكلم على الأفقي آآ المساحة اللي بيسيطر عليها يفيش أي طير تاني يقدر يطير فيها آآ هيبقى تحت يعني سيطرته هو تحت سيطرته بيأكل ايه بقى؟ طبعا بيأكل لحوم فرائسه الطبيعية طبعا من أول الأرنب آآ الطيور الكبيرة لحد ما يوصل للزئاب والتعالب ده الجولدن إيجل بس يعني هو العقاب الوحيد اللي يقدر انه هو يستطر غزلان زئاب وتعالب وهو ده عشان يعني بيقدر انه هو فعلا لا يقبل الهزيمة فممكن انه هو ينتصر على حيوانات تانية مفترسة اصلا مش الطبيعي ان طائر يقدر يستطيع عموما كلبنا مع حضرتك اكد لنا ان شعار النادي الاهلي في محله طبعا يعني حقيقة ينطبق عليه كل المواصفات اللي احنا بنتكلم فيها من أول فترة احنا للأسف محكومين بمدة زمنية معينة خلاص بتوشك على الانتهاء يا دوبل هاشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معنا والجولدن ايجيل الجميل واستاذي الحضراتكم هنطلع فاصل سريع ونرجع مرة تانية عشان نكمل بقيت فقراتنا تفضل اشتركوا في القناة سيك empath